اتحاد العاصمة حسم الدير بالعاصم فوزه على الجان نادي باردو بهدفين مقابل هدف في مباراة عرفت حضور الناخب الوطني المحلي مجيد بوغر تنائية الاتحاد بصم عليها المهاجم بالقاسيم في الدقيقتين الرابعة والعشرين والثالثة والثلاثين في حين سجل الهدف الوحيد لباردو بوزوك في الدقيقة الخامسة والاربعين يرتفع رسيد الاتحاد إلى النقطة الثالثة والعشرين في حين تجمد رصيد باردو عند النقطة الرابعة والعشرين والمباراة حضرها زميلنا كمال مهوية